السلام عليكم بكاء الفنان عبلة كامل بعد رحيل الفنان أحمد خليل وأيضا بعد سماع وسيطه اللي الجميع أبكى بسببها وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وانهيار بعض الفنانين اللي حضروا وهم مش بالكتير اللي حضروا جنازة الفنان الكبير أحمد خليل كل ما حدث في الجنازة ومن الفنانين اللي راحوا ولحظة مبكية جدا جدا من الفنان عبلة كامل والفنان رشوان توفير تفاصيل كتير من فضلكم يريتنا واحد الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام كلنا حزننا قوي على رحيل الفنان أحمد خليل بالأمس بعد ضيق في التنفس وضعف في عدلة القلب وإصابته بفيروس كورونا اللي كان صدمة للجميع لأنه ما أخدش وقت طويل تعبان ولا أي حاجة ولكن هي أعمار ولكل أجل كتاب مفيش حد تذكر الفنان أحمد خليل بعد رحيله إلا بكلمة المحترم وحتى من البعض الفنانين اللي كتبوا عزقات واللي راحوا الجنازة كلهم أجمعوا أنه بجد كان فنان راكي ومحترم في تعامله ابن محافظة الدقاهلية توفى عن عمر ويناهز ثمانين عام بعد طبعا مرضه في كورونا وأنه كان عنده بالأحرى الزبحة صدرية وده اللي قالته أخته أنه دخل المستشفى يتعالج بكورونا في خلال 12 ساعة بالتحديد تدهورت الحالة تماما وتوفى بزبحة صدرية على الرغم أنه هو تلقى لقاح فيروس كورونا شفنا بعض النجوم اللي حضروا وما كانوش كتير للأسف يعني الجنازة كانت مهيبة وكان فيه ناس كتير ولكن كلهم من محبين الفنان أحمد خليل ومن جمهوره ومن عائلته شفنا بكاء الفنانة إلهام شهين وانهيارها وهي كعادتها في أي جنازة وأي عزب نشوفها منهارة وزعلانة وأيضا الفنانة ليلة علوي قالت أحسن دور في حياتي وأحلى لحظات في عمري عشتها في حديث الصباح والمساء مع الفنان أحمد خليل شفنا كمان الفنان رشوان توفيق اللي بجد هو صاحب واجب ما بيسيبش جنازة أو عزة إلا ما بيحضر فيه بالرغم إنه عمره 86 عام وبعاني من بعض الأمراض الصحية شفنا كمان الفنان أحمد عبد العزيز وزهابه لحضور الجنازة ولكن هو ما قعدش وقت طويل في الجنازة بعض الفنانين اللي كتبوا على صفحاتهم كلام عن الفنان الكبير أحمد خليل ومهما يتكلمه مش هيوفه حقه لإنه بجد فنان محترم تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعد رفض والده إنه يكمل أو إنه يشتغل في الفن والده كان طبيب ولكن هو أصر بعد تخرجه من السنوية العامة إنه يلطحك بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحظاته الأخيرة قال في التفاصيل عن وصيته إنه حابب دايما دايما يخطب لهم من الفنانين الكمبارس اللي بتسموا كومبارس اللي ممكن يشتغل عمل كامل وما ياخدش أجر غير 300 أو 400 جنيه الكلام ده أثر جدا جدا في الفنان عبلة كامل وكتبت وفيه دخلت فيه مكالمة تلفونية في مساء دي ام سي مع رامي ردوان وقالت المحترمين بيقله في الفن النهاردة فقدنا راجل محترم جدا جدا لو سمعت وصيته هتعرفوا قد إيه هو محترم إنه يوصي بالكمبارس اللي محدش بيهتم بيهم أيضا كان من وصايا الفنان أحمد خليل لبنته التبرع لمستشفى سرطان الأطفال ببعض الأموال اللي هو حابب ده وأيضا من أمنياته إنه كان حابب يتوفى هو بيصلي أو إنه هو يكون على سجادة الصلاة لكن المقربين منه أعلنوا وقالوا إنه هو قبل وفاته اتوضى وكان حابب يصلي لكن ما قدرش يقوم في النهاية يا ربنا يرحمه ادعوه له كتير لو سمحتم السلام عليكم